لمتابعة ردود الفعل في عدة عواصم تنضم إلينا أو ينضم إلينا كل من مراسلنا في واشنطن كاريم يسري في لندن مراسلتنا براء العزاوي في اسطنبول مراسلنا ربيع صعوب وأخيرا من موسكو معنا فادي صالح مراسلنا من هناك مرحبا بكم جميعا سأبدأ مع مراسلنا في واشنطن كريم آخر ردود الأفعال في واشنطن بعد صدور حكم العدل الدولية نعم آسيا خرجت عدد من ردود الأفعال إن كانت من البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة والذين ذكروا بأن ما حدث اليوم سيتم دراسته من قبل واشنطن وأنه لا يمكن الاعتراض على قرارات المحكمة الدولية بلاهاي أيضا الخارجية الأمريكية مسؤول بالخارجية صرح بأن القرار الذي تخذ اليوم أو تم الإعلان عنه اليوم يتفق مع رؤية واشنطن بأنه لا يجب أن تتكرر أحداث السابع من أكتوبر مستقبلا إجمالا يعني الإدارة الأمريكية لم تصرح بشكل رسمي حتى الآن حول رأيها فيما حدث من قرار بمحكمة العدل الدولية ولكن نترقب بعد ساعة تقريبا جون كيربي منصق اتصالات مجلس الأمن القومي في المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض والذي بالتأكيد سيؤكد على أن واشنطن لا ترى بأن الدعوة التي قدمت من جانب جنوب إفريقيا لها أساس وأنها تعطل يعني ما يحدث الآن من مشاورات بين جميع الأطراف إن كان لوقف إطلاق النار أو للوصول لهدن إنسانية أيضا بالنسبة للبعثة الأمريكية بالأمم المتحدة ذكروا بأن يتم العمل الآن على مفاوضات مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة لكن في نفس الوقت هناك حذر من أن وقف إطلاق النار قد يسمح لحماس أو يمنحها الفرصة لتنظيم صفوفها مرة أخرى أمام الجيش الإسرائيلي ولكنهم يعلمون بأن الوضع مأساوي في غزة وأنه يجد دخول مساعدات أكثر مساعدات إنسانية أكثر للجانب الفلسطيني نترقب بالتأكيد أسيا المؤتمر الصحفي لجون كيربي ولكن إجمالا الإدارة الأمريكية تساند إسرائيل حتى الآن حتى الآن حتى وإن كانت هناك بعض الاعتراضات التي خرجت إن كان عن وزير الخارجية وإن كان عن حتى الرئيس جو بايدن بشأن الأفعال الإسرائيلية داخل قطع غزة ولكن الصورة الواضحة بالنسبة للإدارة الأمريكية هي مساندة إسرائيل براءة هل هناك أي ردود أفعال حيال هذه المحكمة أو ربما تصريحات رسمية؟ نعم آسيا يعني حتى هذه اللحظة لا توجد أي تصريحات واضحة ومنموسة خاصة وأن وزير الخارجية البريطاني في جولة للشرق الأوسط هو اليوم في تركيا وكان قد التقى نظيره والرئيس التركي ولكن عندما سئل ديفيد كاميرون تحديدا بشأن هذه المحاكمة وهذه القضية في المحكمة الدولية كان قد قال بأنه أشعر بالقلق إلى ربما أن تكون إسرائيل قد انتهكت بعض من القوانين الدولية ولكن المشورة التي وصلتني أنها لم تفعل ذلك حتى الآن ولكن هناك بعض الأمور بحاجة إلى التساؤل بشأنها هذا ما قاله نصا بشأن هذا الموضوع وطبعا سواء كان وزير الخارجية ديفيد كاميرون أو سلفه جيمس كليفرلي أو رئيس الوزراء الذي سئل أيضا قبل يوم في المساءلة الأسبوعية في البرلمان إذا كانت هناك جريمة حرب في قطاع غزة من قبل إسرائيل كان قد يعني الجميع يجيب بأنه نطالب إسرائيل بأن تلتزم بالقوانين الدولية والإنسانية وبأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها وهذا يعني ما كانوا جميع المسؤولين البريطانيين وخاصة من الحكومة يعني يرددونه منذ اليوم الأول منذ هجمات حماس ولكن يعني حتى هذه اللحظة لا توجد تصريحات دعينا نقول واضحة تحديدا بشأن ما حدث اليوم وهذا القرار من المحكمة طيب فيما يتعلق بتركيا ربيع كانت التعليقات واضحة الخارجية التركية أصدرت بيان لو تجمل لنا يعني أبرز التصريحات الرسمية وما جاء في هذا البيان نعم ارتياح عام لقرار محكمة العدل الدولية في تركيا على لسان كثير من المسؤولين الأتراك ليس فقط الخارجية أبدأ بالرئيس التركي رجل طيب أردوان الذي علق عبر منشور عبر منصة إكس ووصف القرار بالقيم وكان لافتا بأنه قال بأن تركيا ستبني عليه قانونيا وستدعمه وفق قنواتها القانونية وتركيا تقود أيضا خطوات قضائية ضد إسرائيل بالتوازي مع ما يحصل في محكمة العدل الدولية قال إن هذا القرار ربما سينهي الصراع تحديدا في قطاع غزة ويجب البناء عليه بأسرع وقت ممكن الخارجية التركية علقت على القرار ووجهت انتقادات مباشرة لإسرائيل وخاطبتها في بيان نشرة عبر منصاتها الرسمية دعاها فورا إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية ووقف الإبادة الجماعية أو إجراءات الإبادة الجماعية المتخذة من قبلها في حرب غزة وقال إن الحل الوحيد لما يحصل هناك هو سلام شامل ودائم بحل الدولتين أيضا كثير من المسؤولين الأتراك علقوا على هذا القرار بعد رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية نتحدث عن جودة يلماز نائب الرئيس نتحدث عن وزير العدل التركي نتحدث عن رئيس البرلمان نعمان كرتلمش الناطق باسم حزب العدالة والتنمية وجميعهم رحبوا بالقرار واعتبروه انتصارا للإنسانية في ظل النظام الدولي غير العادل الذي تصفه تركيا وفق الرئيس التركي رجب طيب أردوان مع دعوات لتغيير هذا النظام الانتقادات في تركيا طبعا مستمرة لإسرائيل وربما هي أنهت أي مساعد دبلوماسية لإحياء المفاوضات بينهما بل على العكس كانت حدة التصريحات لافتة بين إسرائيل وأنقرة في هذا الصدد الانتقادات للولايات المتحدة كانت حاضرة أيضا على لسان كثير من المسؤولين خلال هذه الأزمة تحدث عن رفض الازدواجية الأمريكية في التعامل مع إسرائيل وهو ما ساقه كثير من المسؤولين الأتراك على ألسنتهم لكن هناك ارتياح عام نستطيع القول وترحيب شديد بهذا القرار ودعوات للبناء عليه واعتباره خطوة قانونية جيدة قد تبني عليها أنقرة ووفق تصريح سابق للرئيس التركي قال إن تركيا لديها آلاف المحامين المستعدين لتقديم إسرائيل إلى العدالة عبر دعوات في المحاكم الدولية منها محكمة العدل الدولي وكثير من المحاكم الدولية وهو الارتياح العام الذي شاب القرار هنا كردود فعل في تركيا نعم إذن لننتقل إلى موسكو هل من تعليق حتى الآن فادي؟ في الحقيقة قبل قليل المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا قالت إن قرار محكمة العدل الدولي هو طبعا يجعل إثارة قضية الإبادة الجماعية أمرا مبررا هذا التعليق الذي صدر من ماريا زخارفا حتى الآن ومن المتوقع أن يكون هناك ربما بعد قليل بيان كامل يتم نشره على موقع وزارة الخارجية الروسية أو على صفحة ماريا زخارفا الشخصية أيضا في الحقيقة قبل قليل كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفو ونظيره الإماراتي وخلال هذا الاتصال تمت مناقشة عدة قضايا من أبرزها موضوع القضية الفلسطينية وحتى الآن لم تصدر الخارجية بيانا تفصيليا حول ما إذا كان تم التطرق إلى قرار محكمة العدل الدولي في الواقع موسكو كانت دائما تتحدث عن موضوع ضرورة وقف ما وصفته بالإبادة الجماعية وضرورة وقف المعاناة التي يتعرض لها سكان غزة وبالتالي هي طبعا كما يقول مراقبون إنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ولو بشكل غير مباشر وخاصة أن موسكو كانت قد أكدت تماما أنه من الضروري جدا وقف إطلاق النار وإيجاد حل والحل حسب موسكو هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ورغم أن موسكو أكدت أنها ضد العنف بجميع أشكاله وأن هناك علاقات طربة موسكو بتل أبيب إلى أنها كانت قد أصرت في وقت سابق على ضرورة إيجاد هذا الحل الذي يجب بموجبه إيقاف الإيقاف الفوري للدماء وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهو أيضا ما يتوافق طبعا مع هذا القرار وبكل الأحوال نحن ننتظر المزيد من التفاصيل وننتظر ربما بيانا من وزارة الخارجية الروسية إضافة إلى تعليقات من مسؤولين روس آخرين فادي صالح مراسلنا من موسكو شكرا لك الشكر موصول لمراسلنا من إسطنبول ربيع صعوب من لندن مراسلتنا براء العزاوي من واشنطن كريم يسري